مرحبا جميعا بقناة medical subscribe لشروحات الطبية انا كرار حيدر طالبة بكلية الطب جامعة بغداد بالفيديوهات الفاتحة قلنا انه اظامة جهاز الهيكل تتقسم حسب المناطق الموجودة بيه الى نوعين اللي هم الاحيزيال سكيلوتن والابنديكولر سكيلوتن فبالنسبة للاحيزيال سكيلوتن فشرحناه بالفيديوهات الفاتحة وقلنا انه هو مجموع الاضام الموجودة بالبادي اكسيس بالفيديوهات الورا وضحنا اضام كل منطقة به بينما فيديو اليوم بالفيديوهات الجاية حنبدأ بالابنديكولر سكيلوتن وحنحكي همين عن اضام كل منطقة به الابنديكولر سكيلوتن هو مجموع الاضام اللي تسوينا بقية الجهاز الهيكلي واللي هترتبط بالأكزيال سكيلوتن يعني هو كل الأضام الباقية ما للجسم بعد أضام الأكزيال سكيلوتن هذا السكيلوتن من اسمه ابنديكولر يعني جاي من كلمة ابندج واللي معناها انه هاي الأضام حتكون ملحقة بالأكزيال سكيلوتن فهذا السكيلوتن حيتكون من 126 عظمة كتوتل موزعة على عدة مناطق هم الأبرلم أو الأطراف العلوية واللاورلم أو الأطراف السفلية وكذلك موزعة على أضام المناطق اللي تربط الأبر واللاورلم بالأكزيال سكيلوتن واللي هم البيكتورال جيردل يعني حزام الكتف والبيلفيك جيردل يعني حزام الحوض وخلوا ببالكم أن أضام الأبنديكولر سكيلوتن حتتمفصل وترتبط ويا بعض وبواسطة أدة أربطة وغضاريف وأوتار فمجموعة ذنية تراكيب حتشكل لنا ما يعرف بالأبنديكولر سكيلوتن زين حسنا حنجي نتعرف على الأضام اللي تكون كل منطقة من المناطق الأربعة ذنية بشكل عام لأن بالفيديوهات الجاي حنفهمهم بتفاصيله وإن شاء الله أول شيء عندنا البيكتورال جيردل أو حزام الكتف البيكتورال جيردل حيربط الأبرلم أو عظام الأطراف الألوية بالأكزيال سكيلوتن وحيتكون هذا الحزام من أربع أضمات اللي همه توكلافيكلز يعني عظمتين القوة وتو سكابيولاي يعني عظمتين لوح كتف أما ثاني منطقة فهي الأبرلم أو الأطراف الألوية هاي المنطقة حتتضمن أظام الزراع والساعد واليد وبكل طرف علوي حنلقى 30 أظمة موزعة على الهيومرس أو أظم الزراع والراديس والأولنة اللي هم أظمتين الساعد وعدنا أظام الرسغ واليد حتتمثل بثمان أظمات بالكاربولز وخمس أظمات للميتا كاربولز وآخر شيء 14 أظمة للفينجرز أو الأصابع فهاي بالنسبة للأبرلم ثالث منطقة عدنا هي البيلفيك جردل أو حزام الحوض واللي شائع أن يسموها الهيب هذا الحزام هو المكان اللي حيربط اللاورلمس أو الأطراف السفلية بالأكزيال سكالتن فهنانا كل هيب حيتكون من ثلاث أجزاء اللي هم الإيليم والإسكيام والبيوبس أما آخر منطقة عدنا بالأبنديكلور سكالتن فهي اللاورلمس أو الأطراف السفلية هاي المنطقة حتتضمن أظام الفخذ والرجل والقدم وكل طرف بيهم هم مثل الأبرلمب حيتكون من ثلاثين أظمة وموزع أذن لثلاثين أظمة على الفيمر أو أظمة الفخذ والباتلة أو الرضفة والتيبيا والفيبيولا اللي هم أظام الرجل وعدنا همين سبع أظمات حتسوينا الكاحل اللي يسموهم التارسل بونز وخمس أظمات الميتاتارسلز وهمين أرباطعش أظمة لأصابع القدم أو التوز فهاي بالنسبة لأظام الأطراف السفلية آخر شي عدنا بهذا الفيديو هو أنه نعرف شنو هي الوظائف العام للأبنديكيلور سكالتن لهذا السكالتن أربع وظائف أساسية اللي همه أول وظيفة هي أنه حيربط ويثبت أظام الأطراف بالبادي أكسس أو بمحور الجسم ثاني وظيفة هي أنه حيوفر نقاط ارتباط لأدلة عضلات بينما ثالث وظيفة عدنة هي أنه أظام الأبنديكيلور سكالتن على أكس الأكسيال سكالتن بتكون ما من دمجة ولا ملحومة فلهذا حتنطينا مدى واسع من الحركة وحتساعد همين بحركة الجسم آخر وظيفة عدنة هي أنه الأبنديكيلور سكالتن هيحمي بعض الأعضاء الداخلية المهمة مثلا الأعضاء التناسلية فهي هي كانت أهم المعلومات وأهم الوظائف بالأبنديكيلور سكالتن سيستم بالفيديوهات الجاي مثل ما قلنا حنحكي عن أظام كل منطقة بيه إن شاء الله وها هي شوفكم بالفيديوهات الجاي ومع السلامة